مساء الخير وشكرا جزيلا لاستضافتي نعم لقد كان هناك هجوم جوي هنا حيث أنا أسكن وأقيم وبالقرب من محطة القطار لقد ضربوا النظام ولكن لم يدمر النظام كليا لقد طبعا توقعنا أن يكون هذا زيادة من الهجمات الصاروخية الروسية والتي هي جزء من مفاوضتهم السلمية التي يقوم بها الرئيس بوتين هذه الأيام إذن زيادة الهجمات الصاروخية ليس جديدا علينا نحن مستعدون لذلك ولذلك فإننا نسأل أعضاء الناتو بأن يقدموا أو يوفروا من حضر الطيران حتى يساعدون في الدفاع عن أنفسنا من الجو ولكن كما تعلمين سيدة كيرا بأن الناتو والدول الغربية تقول بأن حضر الطيران هذا يعني دخول في مواجهة مباشرة مع موسكو وهو ما لا يريده الغرب لذلك نتسأل طالما أن الغرب لا يتحرك مع كييف على الأرض لماذا لا تأخذ السلطات الأوكرانية ذلك بعين الاعتبار والذهاب مباشرة لتقليل الخسائر بالتفاوض مع الجانب الروسي لقد كنا في حرب مع روسيا على مدى ثماني سنوات ثماني سنوات وكنا نعلم بأن الرئيس بوتين قادر على فعل أشياء ونحن طبعا لا نعتمد على دول أخرى ولكن لذلك نحن الآن نحمل السلاح وكل الأوكرانيين يذهبون إلى مجموعات المقاومة لنتأكد ونضمن بأن الروس لن ينتصر على أرضنا ولن نسمح لهم بالدخول إلى مدننا ولن يكون هناك طريق حتى يحتل بوتين المدن الأوكرانية ولقد كنا ناجحين في هذا لأنه على مدى سبع أيام من الحرب أو سبعة أيام لم تكن هناك أي مدينة كبرى قد سقطت في أيدي الروس ولكن نحن نعرف أن بوتين حين يقول السلام فإنه يعني الحرب فهو أثناء المفاوضات زاد الهجمات على المدن الأوكرانية ودمر نصف خاركيف ويهاجم كييف من الجو أي نوع من المفاوضات السلمية هذه ولماذا يفعل هذا لأنه قال بأنه يحرم الأوكرانيين من الحق في الوجود إنه كان واضحا بشأن هذا ونحن سنقاتله نحن لا نقاتل ضد ولكن نقاتل من أجل مستقبلنا من أجل حريتنا وقدرتنا في اختيار كيف نعيش حياتنا طبعا هذا جنون ما يحدث الآن في أوكرانيا ونحن نتوقع بأنه في نهاية المطاف دول الناتو ستتخذ القرار بدعم أوكرانيا من الجو نحن ممتنون لكل الدعم الذي نلقاه المال والاقتصاد والعقوبات وحتى التعاطف معنا ولكن ينبغي إغلاق الجو أمام صواريخ بوتين فهذا هو الشيء الأهم الذي نحتاجه لأن الأمة الأوكرانية مستعدة للقتال من أجل أوروبا لأننا درع أوروبا من الهجمات الروسية ولكن نحتاج الدعم والمساندة وهذه الحرب ليست بين روسيا وأوكرانيا إنها بين الماضي والحاضر بين الحرية والاستبداد وبين الأشخاص الجيدين والأشخاص السيئين ونحن الخاص الجيدون والجيدون دائما ينتصرون طيب سيدة كيرا هذا كل مفهوم اسمحي لي حتى أستغل الوقت لأن الوقت يذيق بنا يعني نتحدث عن مفاوضات يفترض أن تبدأ اليوم لم تنطلق بسبب تأخر الوفد الأوكراني ما الذي أخر حضور الوفد الأوكراني على الحدود البيلاروسية وما حجم الأمال المعلقة حول هذه المفاوضات برأيك نحن لا نثق في أي كلمة تأتي من بوتين نحن نعرف أن ما يفعله هو استراتيجية لجمع قوات أكثر ومهاجمة أوكرانيا لقد رأينا ذلك هل رأيتم ذلك القصف الذي حدث في المدن الأوكرانية ماذا تعنون؟ هل هذه مفاوضات سلمية التي يجريها؟ إن هذا لا يمكن أن يجري أثناء المفاوضات السلمية فلهذا بوتين يكذب بوتين لا يريد السلام إنه يريد احتلال أوكرانيا ولن نسمح له بذلك هو حدد العديد من الشروط في المقابل أيضا أوكرانيا طلبت بضمانات أمنية وعتبرته موسكو بأن هذه بادرة إيجابية ما طبيعة الضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف؟ نحن نطلب بأن تخرج قوات بوتين من أوكرانيا وبأن تعود إلينا الأراضي في الشرق لوغانسك ودونتسك وأن لا تكون هناك أي قوات روسية على الأرض ونريد أوكرانيا أن ترجع إلينا هذه هي النقاط التي أعطيناها وهم سيدرسونها نحن نعرف بأن بوتين لن يفعل ذلك لأنه كما كان على مدى عشرين عاما وهو الآن يهاجم دولة ذات سيادة ونحن لن نسقط سنقاتل في كل خطوة لأن ما يحدث الآن هو ليس حقا فهو يقتل المدنيين إنه سيحاسب وربما في محكمة لاهاي سيحاكم كمجرم حرب وسنضمن بأنه سيخضع للمحاكمة في وقتنا سيدة كرة طالما اعتبرت أوكرانيا يعني منطقة محايدة بين الشرق والغرب وبالتالي لماذا تصر أوكرانيا على البقاء في هذا الاستقطاب الدولي لأنه الكل يشعر بأنه الذي يحصل هو يتم على دماء الأوكرانيين الحياد الذي طالبت به موسكو أليس في مصلحة أوكرانيا في النهاية؟ لا أنت مخطئ أنت مخطئ أوكرانيا لم تكن محايدة نحن في دستورنا مكتوب بأن هدفنا هو أن نلتحق بالاتحاد الأوروبي والنيتو إنه مكتوب في دستور أوكرانيا وهذه إرادة الشعب الأوكراني إذن كيف لروسيا كيف لها الحق أن تقول لنا ما نريد أو لا نريد لدينا صحافتنا لدينا خياراتنا ولدينا مستقبلنا من دون أن يكون هناك بوتين أو أي ديكتاتور آخر يفرض علينا ما نفعل أو ما لا نفعل طبعا نحن نفهم أن بوتين يبني إمبراطورية روسية مرة أخرى ولكن ما علاقة أوكرانيا بهذا؟ نحن كل دولة لديها الحق في اختيار طريقها نريد أن نتحرك إلى المستقبل بوتين يريد أن يبني إمبراطورية ماضية يريد أن يسحبنا ويجرنا إلى الفقر الذي يعيشه الشعب الروسي يريد أن يعيدنا إلى الطغيان والاستبداد الذي تخلصت منه الدول كل الدول منذ خمسين أو ستين عاما هذا ليس ما نريده ونحن نقول بأن هذا الصراع ليس سياسي إنه الناس يقاتلون من أجل حريتهم والجنود الروس الذين جاءوا إلى هنا لتدميرنا نحن نقاتل من أجل حياتنا وسننتصر لأن ما يحدث الآن هو الحرب أو جرائم حرب حقيقية كثير من التقديرات للخبراء الغربيين سيدة كيرا تقول بأن هذه الحرب قد تستغرق عقدي يعني من ثماني سنوات إلى تسع سنوات هل سيتحمل الشعب الأوكراني طول هذا الوقت في محاربة روسيا والبعض يقول أن الطريق الأقصر لكل ذلك هو ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية قبل كل شيء إنها ليست أزمة إنها حرب وهي حرب أعلنتها روسيا على أوكرانيا وأوكرانيا في حالة حرب والحروب تنتهي فقط حين جانب من أو طرف ينتصر ونحن لن نخسر لأننا نقاتل لحماية مدننا وحماية سيادتنا لا أعتقد بأنها ستكون ربما أقل من تسع سنوات ليس لأن أوكرانيا ستسقط ولكن بوتين لا يمكن أن يبقى انظر إلى العقوبات التي فرضت عليه وعلى محيطه روسيا ستكون مفلسة خلال أشهر لأن النتج المحلي الإجمالي سيسقط بحوالي 35% والمؤسسات الروسية كلها ستتضرر وكل شركة الدولية تخرج من روسيا وأوراق الائتمان لا تعمل هناك المطارات وخطوط طيران أغلقت مكاتبها هناك أعتقد بأنه نفس الأمر سيلاقي مثل كوريا الشمالية لأن هذا ما يحدث للدول الفاشلة فهذا ما سيحدث لروسيا الإفلاس الفقر الدمار أشكرك جزيلا شكر سيدة كيرا روديك عضو البرلمان الأوكراني كنت معنا من كيب شكرا لك